لا هدوء على جبهة الجنوب بل باب مفتوح دائما على التصعيد الإسرائيلي بأوجه وأسليب متعددة غير أن ما استرعى الانتباه تكثيف العدو استهداف منشآت مدنية وتماديه في اختيال المقاومين بالطائرات المسيرة فيما يبدو محاولة استدراج لتوسيع نطاق الأعمال الحربية ففي يوم واحد ارتقى أمس سبعة مقاومين شهداء خمسة نعتهم المقاومة الإسلامية واثنان ينتميان لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي وقبل كل هؤلاء ارتقى بالأسلوب نفسه شهدان لأفواج المقاومة اللبنانية أمل يضافان إلى ستة سبقوهما إلى مرتبة الشهادة وفي اطلالة على المشهد الجنوبي الساخن من باب ذكرى يوم الجريح أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن زيارات المفادين الغربيين إلى لبنان لها هدف وحيد وهو حماية إسرائيل وإعادة المستوطنين إلى الشمال ودع الموقف الرسمي اللبناني أن يضع شروطا إضافية على الألف وسبعمائة وواحد وليس تطبيق القرار اجتعال الجبل الجنوبية لم يحرف الأنظار عن تقدم موضوع وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت لأحياء ذكرى استشهاد والده صحيح أن الشيخ سعد صامت لليوم الثالث لكن الحيوية التي دبت في بيت الوسط تتحدث عن نفسها وتبعث بالكثير من الرسائل غير البعيدة عن الأبعاد السياسية فاللقاء الذي جمع الرئيس الحريري وسفيرة الأمريكية مثلا لم يكن مجرد مجاملات ولسيما أنه استمر 45 دقيقة ووصفته ليزا جونسون بأنه كان ممتازا ووفد دار الفتوى الكبير الذي تقدمه مفت الجمهورية إلى بيت الوسط وضارح الشهيد اكتسب تحرقه الكثير من المعاني زد إلى ذلك الرسالة التي حملها قول الشيخ عبداللطيف دريان إننا نتطلع إلى حامل رسالة الشهيد والمؤتمن على أدائها سعد الحريري لمواصلة المسيرة وإلى هؤلاء الزوار تقاطر الكثير من الوفود الشعبية والاجتماعية إلى بيت الوسط وضارح الشهيد مناشدة الشيخ سعد الخروج عن قرار تعليق عمله السياسي من جهة وعاكسة القوة التنثلية لزعيم طيار المستقبل من جهة ثانية بالأمس قال سعد الحريري لسائليه ابشوفكم بـ 14 شباط إن غدا لناظره قريب الناظر إلى المشهد الإقليمي يجد أن غزة لا تتزحزح من تصدرها الأحداث حتى إشعار آخر وفيما تضرب آلة القتل الإسرائيلية خبط عشواء لليوم الثلاثين بعد المئة ووصلت واشنطن سياسة المراوغة ولسيما فيما يتعلق بالاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمنطقة رفح وفي هذا الإطار قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترفض هجوما إسرائيليا واسع النطاق على هذه المنطقة من دون خطة لحماية المدنيين على حد تعبيرها فهل تكون حماية المدنيين بنقلهم إلى القمر على حد ما سأل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل